كما بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ برقية تهنئة لرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك بمناسبة ذكرى الحادية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو خلال برقية تهنئة أكد رئيس مجلس الشيوخ أن هذه الثورة مثلت حدثا فارقا في حياة الشعب المصري بل وفي المنطقة العربية والعالمي بأسره لما مثلته من نقطة فاصلة في مواجهة قوى الظلام والتطرف والإرهاب فكشفت حقيقتها ودحرت خطرها وأنهت وجودها